سماح سماح زوجي وأم حنونة بتتميز بطيبتها وخفت دمها نزحت من مخيم الانصيرات لرفح واستقرت في خيمة من النايلون ما بتحمي لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء زيها زي آلاف الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع اللي صارت رفح مستقر لإلهم كلمات قاسية كتبتها سماح على أمل أنها تحرك ضمائر اللي ماتت ضمائرهم كيف هالأم الحنونة قدرت تكتب هيك عبارة اللي بيهون علي إنه المقبرة جنبنا ما رح يتغلبوا إنهم يلاقوا مكان يدفنونا فيه ممكن ما نموت من الحرب نموت من البرد والقهر بتكمل سماح من خيمتها في رفحه بتقول في بداية الحرب كان يقتلني الحنين إني أشوف أهلي كلهم في غزة وأختي في الشمال كنا نقضي أيامنا بس في الاتصال في بعض وكنت أموت من مقولة جوال مرحبا وأستنى رسالة إحنا بخير من أبوي وأخوي وأختي وعمي حليم أتطمن شوي وهذا اليوم يمر من غير بكاء أخدت أقل القليل من بيتي على أمل إنه غيبتنا مش رح تطول أجل وقت إنه نترك انصيرات في رحلة ذل وبكاء زي الولد الصغير اللي انطرد من صفه ساعات وساعات في طريق كنا رح نموت فيها ألف مرة وصلنا لعالم مجهول نعيش في خيمة قدامها بحر غزة ووراها مقبرة وعلى شمالها لحدود المصرية خيمة عملناها من النايلون والخشب في المصاري اللي ضلوا معنا في بلد صار كل شي فيه يرتفع قيمته مع عدل إنسان خيمة ما بتحمي من البرد بس أعطتنا السطرة خصوصية إني أبكي لحالي بين جدران خيمتي اشتقت لأبوي ما شفته من وقت ما تفرقنا من انصرات اشتقت لأمي وحضنها اشتقت لصوت أختي صابرين اللي من صبرها وتحملها نتعلم إحنا وولادنا عزلونا عن العالم للدرجة نسينا الحرب نسينا حبايبنا وصرنا بس نفكر كيف بدنا نعيش ونتأقلم زوجي كان دايما يحاول يواسيني ويحكي لي اعتبري حالك في رحلة طول عمرك نفسك تسكني على البحر يا ريت القلب مرتاح والبال رايق يا أحمد بس اللي بيهون علي إنه المقبرة جنبنا مش رح يتغلبوا يلاقوا مكان يتفنونا فيه ممكن ما نموت من الحرب نموت من البرد والقهر ترجمة نانسي قنقر